دعامين من التكوين والتدريب يدخل ثلاثة وعشرون قاضيا سلك التوظيف بعد حفل التخرج الذي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة والصحابة والقضاء تحت إشراف قطاع العدل حفل تميز باستعراض العناية التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع وخاصة للكادر البشري به كضامن للسلم الاجتماعي إن تشتيد تلك الإرادة التي عبر عنها فخامة ورئيس الجمهورية في أكثر مناسبة لا يمكن أن يتحقق إلا بتحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للقضاء والرفع من كفاءة القضاء حتى يصبحوا قادرين ومؤهلين للنهوض بالمهمة السامية الموكلة إليهم إلى وهي إصداء العدالة دون اعتبالٍ للقرابة أو الجهة أو القبيلة أو المنزع الاجتماعي مجسدين بذلك مبدأ استقلال القضاء الذي ما فتئ فخامة ورئيس الجمهورية يحض عليه ومن فكت حكومة معالي الوزير الأول محمد والبلال والمسعود تشسده بشكلٍ فعليٍ من خلال العمل على احترام مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية أهميةٌ اعتز بها القائمون على هذا الصرح العلمي ممن عكس إيشاباً على مخرجاته فبإضافة إلى المجهودات التي تقوم بهدوها في هذا الصدد يأتي اليوم تخرج هذه الدفعة تعزيزاً للعصر البشري ذي الكفاءة العالية الذي يعتبر ركيز الأساسية اللي يرفع من أداء وتطوير القضاء يهدف تحقيق سيادة القانون في بلادنا ولا شيء أدل على ذلك على تكفلها المرفق الحساس باهتمامات المواطنين وتقريبهم منهم وتسيداً لذلك تم تدريس اللوقات الوطنية البولارية الصنوقية والولغية لأفراد هذه الدفعة على مدار فترة التكوين مدير الدراسات والتشريع والتعاون سيد هارون عمار ديقب تطرق الأهمية التي تكتسيها المحفظة الجديدة للقضاء والتي تحتوي العديد من المراجع الهامة المعينة لهم على أداء العمل بكل وفاء وإخلاص ممثل أسرة التدريس السيد سعدنا الشيخ محمد البستامي ثمن جهود القضاء المشرفين وأداءهم المميز بدوره ممثل القضاء الخرجين عبر عن تثمينه للمسار الذي طبع تعليمهم وحسن المعاملة الذي كان محلاً له طيلة سنوات الدراسة ليختتم الحفل بتوزيع جوائز على القضاء المتبوقين من الدفعة تثميناً لجهودهم المتميزة وإخلاصهم وتفانيهم في التحصيل العلمي طيلة هذه السنوات